فيه أغاني إحنا سمعناها بأصوات مطربين يعني يا للي يا للي أستاذ محمد مونير نزلها والناس فاكرها وغنية محمد مونير هي غنية سمسمية نزجة غنية طب إيه مش حنسمعها يلا بينا يلا يلا بينا يا أبو العيون السود يا خلي آه يا للي يا للي يا للي خليك على كيفك تملي عيني يا لالالي يا روحي يا لالالي يا سيدي يا لالالي الله 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 شكرا بورسعيد بتمسي على كل جمهورنا بأغنية بصوت ابن من ولادها مين أو إيه الغنى اللي المطرب بيحب يسمعه أوكي بحلوسة ألدها هقولك الغنى اللي يخليني أكتشف جديد في المزيكة الغنى اللي يبقى فيه تيكنيكاليتي أعلى تخليني أذاكر يعني بشوف أن السماع المطربة ذكرة الله يرحمها مذاكرة سماع مكرسوم مذاكرة بس مكرسوم بنحتاج ان احنا نبقى اكبار عشان نفهمها تمام اي انا فهمت مكرسوم في النص تاني من التلاتينات سماع مطرب زي قصصة بالرباعي سماع الفن وزوء المزيكة اللي بتقدمه انغان طول ما المزيكة بتضفلك بتضفلك المغاني يحب يسمع ده لأ ما بتسمعش كده زينا يعني النهاردة مزاجك حلوة تسمع كذا بكرة مزاجك نفسك كده تعاية تحبة تسمع ما بتسمعش كده بسمع السمع ده بسمع السمع ده اللي هو كمستمع بس لو انا بسمع كمغني هبقى عايزة اسمع حاجات ممكن ما تبقاش مسلطناني بس باكتشف منها مزيكة باكتشف منها علم باكتشف منها مزاكرة طيب هي الناس صحيح زي ما بيقولوا ما بقوش يعرفوا يسمعوا ده الكلام ده غلط خالص الكلام ده مش موجود تماما بيقولوا الناس ما بقيتش بتعرف تسمع أغاني ويتهموا أكتر ويخصصوا الاتهام أكتر للشباب هو اللي قال ده قعد مع كل الشباب هو شخص بيأسيوم شخص بيأختار أنا الأسبوع اللي فات بالصدفة كده كنت في دار الأوبرا المصرية فحفلة بالملابس الرسمية للموسيقار خالة حماد الحفلة الأولى بمجرد ما تم الإعلان عن الحفلة دي والحفلة دي كانت فول هاوس وتبعت في ثواني يبقى الناس عايزة تسمع إيه أنا حضرت الصيف ده حفلة أنغام في الأوبرا وكانت فول هاوس والناس بتقتل بعض على التذاكر يبقى الناس عايزة تسمع إيه الناس عايزة تسمع كل حاجة حلوة بس تقدمي هالها الجمهور مش صاحب القرار الجمهور بيتلقى اللي بيتقدم له بس يتقدم له حلو ويتبروز له لا 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 استنى انت بتقول كلام خطير الجمهور مش صاحب القرار يعني هل في حد متعمد يقدم للجمهور مش عايزة أقول يعني حاجة من وجهة نظرنا النهاردة لو سمعناها بالصدفة كده نقول يان هاريسود هي دي أغاني هقولك خلينا ما نبقاش يعني متشأمين قوي لدرجة نظريات المؤامرة انه حد متعمد كان فيه ناس بتستفصل استفصل لانه زمان الغنوة كانت بتتعامل بزمة قوي كان الملحن بيروح بيت المغني يحفظه او المغني يروح للملحن يحفظه احنا دلوقتي بنبعت على واتساب فيه استسهال في الكتابة فيه استسهال في التلحين ونظريت ان الناس عايزة ترقص بس او انت مغني دراما بس او غنوة صيفي وغنوة شتوي او غنوة راجل وغنوة ست الغنوة كلام حسوا الراجل اللي كتبوا حسوا الراجل اللي حنوا حسوا الراجل اللي غنوا او الست اللي غنوا ده بقيمة وضوع التراك ده كمان ده انا تعبت قوي عالي عشان انا جاية من جيل عب حليم وفايزة ووردة وكده انا بحل للشريط البلاستيك اه جاية من جيل ده وبعدين قالولي ده دلوقتي في حاجة اسمها تراك اه ايه ده هو يعني المسامة الجديدة للغنوة بصي الغنوة تطورت الاول كنا بنقول شريط كنا نقوله سطوانا بعد كنا بقى فيه شريط بعد كده بقى اسمها سيدي هايا سيدي بعد كده بقى اسمه ألبم ماشي دي اخ انا وقفت هنا اه الألبم هو مجموعة الأغاني اللي بتنزل دفعة واحدة فسواء بتنزل ديجيطل بتنزل في الشريط بلاستيك او بتنزل دلوقتي على البلاتفورمز الديجيطل تمام؟ دلوقتي ما عادش فيه مطرب بيقدر ينزل ألبوم واحد على بعضه لأنه الأغاني بتتقاتل مع بعضها في الشهرة في تكلفة الدعاية فبقى بيسميها سينجلز بعد كده السينجل يعني سينجل واحدها كده أغنية واحدة كده وبعد كده السينجل بقى اسمها تريك ما عارفش يعني وهكذا طب يا علي يا علي